موجز الأخبار من المحور أهلا بكم أعربت السيدة انتصار السيسي عن سعادتها بزيارة غرفة عمليات الهلال الأحمر المصرية والاستماع لشرح توضيحي شامل للدور الإنساني والوطني الفريد لهذه الجمعية التي تستحق كل الشكر والاحترام والتقدير ووجهت السيدة انتصار السيسي الشكر والتقدير للقائمين على هذا الكيان لما لمسته من إنسانية في أعظم صورها بجهود متطوعين مخلصين أكد وزير الخارجية سامح شكري ضرورة أن تحشد مفوضية شؤون اللاجئين الموارد لدعم الجهود الوطنية في تقديم سبل الرعاية والمساعدات الإنسانية والطبية اللازمة على الحدود للنازحين الفارين من النزاع في السودان جاء ذلك خلال اللقاء وزير الخارجية على هامش الزيارة لجينيف المفوض السامي لشؤون اللاجئين واستعرض شكري سياسة مصر تجاه المهاجرين واللاجئين القائمة على احترام حقوق الإنسان وكرامتهم الإنسانية وعدم التمييز في المعاملة بينهم وبين المواطنين المصريين وتقديم الخدمات الأساسية لهم على قدم المسوى لا سيما في قطاعي الصحة والتعليم قامت الجوامع المصرية بتطبيق قرار وزارة الأوقاف داخل جميع محافظات الجمهورية بشأن ترديد الصلاة على النبي الكريم بعد صلاة الجمعة من ثلاث دقائق إلى خمس دقائق كما أعلنت وزارة الأوقاف أن خطبة الجمعة ستكون مخصصة أيضا للحديث عن النبي محمد بعنوان فضائل الصلاة والسلام على خير الأنام تفقد المهندس كامل الوزير وزير النقل ميناء الاسكندرية والدخيلة لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات الجالي تنفيذها والتي بدأها بمتابعة التجهيزات النهائية للافتتاح الرئيسي لمحطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الاسكندرية أكد وزير النقل خلال الجولة التفاقدية الأهمية الكبيرة التي توليها دولة لتطوير الموانئ المصرية مشيرا إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكسيف الجهود لتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي الفريد لمصر والمزايا التفضلية التي تتمتع بها كنقطة التقاء ومرور على خطوط الملاحة البحرية العالمية وجهود الدولة لتحويل الموانئ المصرية إلى موانئ محورية وزيادة حصة مصر من السوق العالمية لتجارة الترانزيت والمساعدة في فتح أسواق جديدة للصادرات المصرية أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرية أن مصر ستعمل خلال رئاستها الحالية لمجلس وزراء المياه الأفارقة على تعزيز التعاون مع جميع الدول الإفريقية للارتقاء بأجندة المياه وتحقيق أجندة الاتحاد الإفريقي افريقيا التي نريدها وخدمة مصالح الدول الإفريقية جاء ذلك خلال لقائه نائب رئيس بنك التنمية الإفريقي لشؤون الزراعة والتنمية البشرية والاجتماعية كما أشار وزير الرئي إلى دور بنك التنمية الإفريقية في توفير الدعم اللازم لخدمة التنمية بالدول الإفريقية في مجال المياه والتكيف مع التغيرات المناخية تحت مظلة المبادرة الدولية للتكيف بقطاع المياه والتي أطلقتها مصر خلال مؤتمر المناخ كوب 27 يواجه فريق النادي الأهلي نظيره طلاع الجيش في أسامنة مساء على استاد الكلية الحربية في مباراة مؤجلة ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لبطولة الدور الممتاز لكرة القدم ويسعى الأهلي في مباراة اليوم إلى تأمين تصدر جدوى لترتيب الدوري حيث يؤتي في المركز الأول برصيد 56 نقطة بينما يأتي طلاعها الجيش في المركز السابع عشر برصيد 26 نقطة ترجمة نانسي قنقر